لديك عشر ثوان فقط لتثبت شخصيتك ملخص كتاب كيف تتحدث إلى أي شخص 92 خدعة صغيرة للوصول إلى علاقات إنسانية أكثر نجاحاً تأليف ليل لوندز بصوت خالد عمايري غالباً ما يرتبط مفهوم فن الكلام بالنتائج التي يمكنك تحقيقها على الصعيد الشخصي والعملي في حياتك فالحوار الناجح هو أفضل وأسرع طريقة لفتح القلوب المغلقة التي يمكنها أن تساعدك على تحقيق النجاح ولكن الحوار الناجح لا يقتصر فقط على الكلمات بل يشمل كل ما يتعلق بلغة الجسد من حركات وإيماءات إما بالوجه أو الجسد كله وذلك ما يركز عليه كل الخبراء عند توجيهك للطريقة الصحيحة في التحدث مع الآخرين إلا أن هذا الكتاب لا يكتفي بإظهار أهمية كلماتك وحركاتك في جذب الناس لأفكارك وسحرك الخاص ولكنه يقدم لك أيضاً وصفة عملية لكيفية تطبيق كل ذلك على أرض الواقع فهل أنت مستعد؟ الفصل الأول يساعدك التحكم بأفكارك على توجيه جسدك وكلماتك نحو كل ما ترغب في تحقيقه توحي تعبيرات جسدك وحركاتك بالصورة التي يجب أن يراك بها الآخرون فحتى طريقة جلوسك تعطي معناً خاصاً يدل عليك فأن ترفع رأسك إلى الأعلى دلالة على ثقتك في نفسك كما أن الناجحين يؤخرون الابتسامة أثناء لقائهم بالآخرين فيمنحون ابتسامتهم العريضة والدافئة في الوقت المناسب لتظهر بشكل صادق وبأنها من القلب ولكن ذلك لا يعني تأخير الابتسامة اللطيفة الأولى عند أول لقاء كما يجب أن تسيطر على طريقة التواصل بالأعين مع الآخرين فإذا كنت تتحدث مع رجل لا تحدق بقوة لأن ذلك يعني التحدي في عالم الرجال بينما يمنحك التركيز المتوازن بعيونك على عيون الآخرين اهتمامهم لأنك بذلك توحي لهم باهتمامك وإنصاتك التام لما يقولون وإذا كنت تتحدث مع شخص غريب حاول إقناع عقلك الباطن بأن الشخص الذي تلتقي به صديق قديم إن هذا التخيل سيجعل السعادة تغمر وجهك وتظهر على لغة جسدك وبذلك تجعل الشخص الجديد يشعر بتمييزه الفعلي كما عليك أن تحذر من إظهار قلقك أثناء الحديث كي لا تظهر بأنك كاذب فعندما تود التحدث مع أحدهم لا تجعل يدك تلمس وجهك ولا ترتبك ولا تحك جلدك فكل هذا يمكن أن يشعر مستمعك بأنك تكذب كما عليك أن تعتاد الجمعة بين قدرتك على التعبير ومراقبة المستمع فأثناء التعبير عن نفسك ثبت عينيك على كيفية رد فعل مستمعك ثم خطط لحركاتك طبقا لذلك كما أن التخيل بمزاجية هادئة لما تسعى إلى الوصول إليه يمكنه أن يتحول إلى حقيقة إن الرياضيين يتخيلون نجاحهم في عقلهم الباطن عن طريق رؤية الصور وسماع الأصوات والشعور بحركات الجسد وبالمثل فالتخيل ينجح في أي عمل الفصل الثاني أنت لا تحتاج إلى كلمات كثيرة للاتصال بفاعلية مع الآخرين يساعدك فن الحوار القصير غير المبالغ به وحالتك المزاجية الصادقة والمتعاطفة في بث الراحة في قلوب الناس كما أن أسهل طريقة لجذب الناس إليك هي ارتداء شيء غريب وغير مألوف كقبعة مضحكة مثلا يحفزهم ذلك على إنشاء حوار حينما يبادرونك بالسؤال عما ترتديه ويمكنك أيضا أن تبدأ أي حوار في أي مناسبة اجتماعية بطريقة السياسيين المهرة والتي تبادر فيها بسؤال الشخص أمامك عن أي شخصية بارزة في هذه المناسبة أو يمكنك أن تقف بالقرب من المجموعة التي تريد اقتحامها ثم انتظر سماع كلمة تستطيع استخدامها للمشاركة في الحديث وعندما تصبح داخل الحوار يكون بمقدورك توجيه أسئلة للشخص الذي تريد التعرف عليه كما ويفضل أن تبدأ الحوار دائما وفق اهتمامات شريكك بالحديث عن مدينته أو وظيفته وذلك لجذبه إلى حوار خاص ويمكن لك في بداية الحوار أن تشير إلى وظيفتك أو مهاراتك الخاصة ولكن لا تسلط الضوء عليك فإن مكانتك ستعلو بالاستماع وليس الحديث كما يمكنك أن تنصط إلى ما يقوله المتحدث وتردد كلماته الأخيرة سيساعد ذلك في ترك المجال لمحاورك كي يخرج كل ما عنده وإذا كنت تجد صعوبة في إنشاء حوار ناجح أنصحك بمتابعة نشرة الأخبار الصباحية والتي ستمدك بعدد زاخر من المواضيع الصالحة لأي حوار اقتباس اللحظة التي ينظر إليك فيها شخص ما يكون عنك فكرة شاملة تمثل فيما بعد الأساس الذي تقوم عليه العلاقة بأكملها الفصل الثالث الألفاظ اللطيفة المهذبة والمتنوعة تجذب الآخرين للحديث معك عندما تطرح سؤالاً عاماً فإنك لن تحرج أحد فمثلاً يمكنك أن تسأل كيف تقضي معظم وقتك كما أن التنويع والاستبدال المستمرة في كلماتك المألوفة التي ترددها كل يوم يطفي على حديثك جاذبية أكثر وإذا كانت هواية المتحدث توافق هوايتك لا تسرع بالإفصاح عن ذلك ضعه يستمتع بالحديث وفي الوقت المناسب شاركه الأمر فالابتعاد عن تضخيم الأنا أثناء حوارك يطفي عليك وقار العقلاء ولا تستخدم الكلمات المبتذلة عندما تتحدث مع الناجحين فهذا يجعلك تبدو غبياً إذ إن المتحدثين المحترفين يستخدمون الكلمات القوية وحركات الجسد المتناغمة مع كلماتهم كما أنهم يعرفون متى يتحدثون ومتى يصمتون فإذا أردت تعلم مهاراتهم اقرأ كتبهم كن عفوياً ولكن وازن بين التهذيب والصراحة بكلماتك وتصرفاتك فإن الناجحين يسمون الأشياء بأسمائها فلا داع للمبالغة في التهذيب عندما تتحدث عن أجزاء الجسم مثلاً وإياك أن توجه مزاحك وسخريتك ضد الآخرين ومن ثن الحوار الناجح أن تراعي مشاعر الآخرين حينما تضطر إلى نقل الأخبار السيئة لهم كما ويمكنك إسكات شخص يطرح عليك أسئلة لا تريد الإجابة عليها بتكرار نفس إجابتك في كل مرة وإذا التقيت بشخص هام فلا تزعجه بأسئلتك أو الإطراء المبالغ به ولكن أخبره بلطف بأنك معجب بعمله دون مبالغة وعندما تشكر أحدهم أتبح دائماً بسبب فمثلاً قل شكراً لمجيئك الفصل الرابع التعلم المستمر يجعل ثقافتك أوسع للتواصل مع الآخرين عندما تتعلم أشياء جديدة باستمرار ستجد دائماً ما يمكنك مشاركته مع الآخرين فمثلاً عندما تجلس مع أصحاب مهن أخرى تعلم لغتهم ومصطلحاتهم الخاصة ومن الممكن أن تطلب مساعدة صديق يتحدث لغة المجموعة التي تنوي الحديث معها وإذا كان لديك عملاء من أماكن مختلفة وتريد التحدث بلغتهم فابحث عن مجلات شهرية خاصة بكل مهنة ومنطقة لكل عميل وإذا أردت سفر إلى أي بلد فتعلم عاداتهم حتى تتعامل معهم بثقافتهم فتكسب ودهم ويمكنك تطبيق هذه الاستراتيجية أثناء التسوق اتساعدك زيارة أكثر من بائع في التعرف على المصطلحات الخاصة بهم لتتمكن من التفاوض معهم بكفاءة على السعر المناسب لك في الحقيقة نحن نتقبل الناس الذين لهم نفس قيمنا ونعتقد أنهم يتطابقون معنا لذلك كن جزءا من المنتج الذي يشتريه عملائك بأن تقلد عميلك في أناقته وحركته مما سوف يجذبه إلى الحديث إليك دون أن يشعر وعليك الانتباه إلى الأسماء والأوصاف التي يتحدث بها الآخرون ففي تكرارها يمكنك أن توحي إلى الآخر بأنك تشاركه اهتماماته وخبراته واستخدم عبارات قصيرة بدلا من التمتمة فمثلا بدلا من القول أها يمكنك القول إنني أقدر لك ذلك اقتباس إن سر النجاح يكمن في الابتسامة وإظهار الاهتمام بالآخرين ومنحهم الشعور بأنهم أفضل الفصل الخامس الشخصية الجذابة تكشف عن نفسها في أي موقف وبشتى الطرق إن المدحى الصادق الذي يأتي في وقته ومكانه المناسب يبعث بشعور جيد للمتلقي فمن الممكن أن تمدح شخصا أمام شخص آخر مقرب له أو أن تنقل مدح أحدهم إلى شخص آخر وإذا قابلت شخصا عمل عملا بطوليا فامتدح مباشرة إذ إن ذلك سيرفع من مدى إثارته واعتزازه بكلامك بشكل مباشر وسريع عندما تتحدث في الهاتف اجعل صوتك واضحا وابتسم لأن مشاعرك الصادقة ستصل إلى المتحدث ويمكنك أن تستحوذ على اهتمام من تتصل معه عندما تبدأ بذكر اسمه أما في العمل دع فريق عملك يتحدث مع المتكلم بلطف حتى وإن كنت لا تريد الحديث معه وبذلك لا يعد العميل أن الأمر شخصي وعندما تريد سؤال الآخرين عن شريكك في العمل استعمل الضمير هو أو هي لتظهر بأنك صديق حميم لمن تسأل عنه واحرص على تسجيل أي اتصال مع عملائك حتى تعيد المكالمة ستنتبه عندها إلى تفاصيل تستفيد منها في الصفقة عند وصولك إلى حفل فلا تجعل شيئا يلهيك عن الاستفادة من إقامة علاقات اجتماعية وذلك بالابتعاد عن الملهيات كالطعام وغيره ليتسنى لك تبادل بطاقات التعريف الشخصية مع الآخرين وعليك تفحص المكان والبحث عن الأشخاص المهمين بالنسبة لك وانتبه إلى لغة جسدك فالناجحون يقفون بثقة وثبات ليستطيع الآخرون رؤيتهم وعندما تتبادل مع شخص بطاقة التعريف تبخلفها شيئا يذكرك بحديثك معه حتى تستخدمه في المرة المقبلة الفصل السادس انتبه لما يقوله الآخرون وتجاهل المواقف المحرجة إذا كنت تجري حوارا مع مجموعة عمل هامة فركز بهذا الحديث وتجاهل أي حدث آخر من الممكن أن يحدث صدفة مثل سقوط أطباق أو انسكاب فنجان قهوة وعندما يتوقف أحد الأشخاص عن روايته لقصة ما ولأي سبب فقم أنت بإنقاذ الموقف وأعد المتحدث إلى نقطة انقطاعه فذلك يجعله ممتنا لك ومن الممكن أن يكون قادرا على مساعدتك مستقبلا وإذا قدم أحدهم مساعدة لك أعطه وقتا ليشعر بالسعادة على الأقل لمدة يوم واحد وبالمقابل إذا بدرت بمساعدة أحدهم فاجعله يشعر بأنك سعيد بذلك ولا تسارع في المطالبة برد الجميل واحرص على الابتعاد عن كل الخلافات التي يمكن أن تنشأ في الحفلات أو على مائدة الطعام وإذا قبلت عميلك صدفة فلا تفتح له أي موضوع عن العمل فكل شيء يتم في وقته عند الاستماع إلى شخص يتحدث عن مواقف عاطفية عليك التجاوب مع عواطفه بقوة مما سيجعله يسترخي وبعدها سيكون باستطاعته الاستماع لك باهتمام وعندما تخطئ بحق أحدهم فبادر إلى إصلاح الموقف فورا أما الأشخاص الكاذبون فلا تكترث لهم وأخرجهم من حياتك وعندما تتلقى خدمة من أحد العمال فابعث ببطاقة شكر إلى رئيسه في العمل وإذا كنت وسط حجد يستمع إلى كلام شخص مهم فبادر إلى التعاطف مع أفكاره دون انتظار رأي أحد وانتبه إلى طريقة تعاملك مع أي شخص يهمك بقاؤه في حياتك فكثرة المواقف السيئة قد تخرجك من حياته إلى الأبد فقرة بارزة من الكتاب إن الإعاقات الاجتماعية عادة ما تكون خفية لأننا لا نراها في أنفسنا من الممكن أن نغضى الطرف عن إعاقتنا الاجتماعية وأن نصم آذاننا عن عجزنا عن تجادب أطراف الحديث ولكننا نتعرف على هذا بمنتهى السرعة عند الآخرين كم مرة ارتكب فيها أحد زملائك خطأ أحمق غير حساس وكم مرة توقفت فيها عن الكتابة لأحد الأشخاص بسبب بعض الحركات الغبية هل تظن أنه يعلم ماذا يفعل؟ بالطبع لا فلم تكن لديه فكرة أنه يتخطى حدوده أو أنه يدوس على إصبع قدمك عليك أن تتيقن بأنك لن تصل إلى القمة بمفردك وذلك يتطلب منك أن تتعلم حركات الاتصال الذكية وأن تتدرب عليها كما فعل كبار الناجحين ممن أسروا القلوب والعقول لأشخاص ساعدوهم في الوصول إلى قمة سلم النجاح فعمل على خلق شخصيتك الناجحة باتباع المبادئ الصحيحة للتواصل الناجح وذلك بمعرفة أن التحكم بأفكارك يساعدك على توجيه جسدك وكلماتك نحو كل ما ترغب في تحقيقه فأنت لا تحتاج إلى كلمات كثيرة للاتصال بفعالية مع الآخرين برغم أن الألفاظ اللطيفة المهذبة والمتنوعة تجذب الآخرين للحديث معك كما أن التعلم المستمر يجعل ثقافتك أوسع مما يساعدك على إنشاء حوار ناجح فالشخصية الجذابة تكشف عن نفسها في أي موقف وبشتى الطرق والشخص الجذاب يراعي كل ما يقوله الآخرون ثم يكرره على مسامعهم لجذب انتباههم ويتجاهل كل المواقف المحرجة التي يمكنها أن تظهره بمظهر غير لائق ترجمة نانسي قنقر